عاشت اليمن في القرون المتاخرة طرابات سياسية كثيرة أدت إلى إضعاف الدولة المركزية وعرضت البلاد لتدخلات والأطماع الأجنبية وتناوب الطامعون المحليون على حكمها غالبيتهم انطلقوا من الهويات المناطقية أو المذهبية أو القبلية وعندما عجزوا عن حكم اليمن ككل أسسوا دويلات صغيرة شكلت عبءا يضاف على اليمن لتمزيقه وتفكيكه وكانت الإمامة هي أخطر دورات العنف للوصول إلى السلطة وهي أهم أسباب تفكيك اليمن كما ذكر أبو الأحرار الزبيري في كتابه الشهير خطر الإمامة على وحدة اليمن الاجتماعية والجغرافية ومع كل مراحل الصراع مع الإمامة تبرز دعوات مقابلة ومدارث ترفض عصبية الإمامة المتكئة على أفضلية النسب ابتداء من مدرسة المؤرخ العظيم الهمداني مرورا بالقاضي نشوان الحميري وحتى الإمام الشوكاني وابن الأمير الصنعاني واستمر رفض اليمنيين لمصادرة حقوقهم بحجج مذهبية لا يؤمن بها إلا قلة من أدعياء النسب حتى جاء الثورة الثامن والأربعين وأسقطت مشروع الولاية من وعي اليمنيين وأسست لمفهوم الدولة الدستورية والفصل بين السلطات ثم جاء الثورة السادس والعشرين من سبتمبر ثمرة لهذا الوعي النضالي الطويل لليمنيين في مواجهة العصبيات واليوم تعيش ظروفا مشابهة لتجارب تاريخية سابقة فقد ورزت دعوات للعودة إلى إحياء التاريخ اليمني القديم تاريخ الأقيال والأذواء والرموز القديمة للحضارات اليمنية ما فتح أكثر من سؤال عن توقيت هذه الدعوات التي صاحبت عودة الإمامة من جديد متمثلة بمشروع الحوثي فهل كانت دعوات العودة إلى الماضي هي بحث عن هوية جديدة لمواجهة الإمامة؟ أم هروب نحو الماضي من مواجهة استحقاقات اللحظة؟ وأي أن تكون الأسباب؟ فقد فتحت هذه الدعوات تساؤلات عن ما هي الهوية التي يبحث عنها أصحابها وكيف يمكن معالجتها في سياق ثقافيا وسياسيا وحتى تاريخي بشكل آمن لا تعمق الانقسام الاجتماعي ولا تؤسس لهوية فرعية جديدة فلا تزال البداية غير واضحة ومن الصعب الحكم عليها لكنها فتحت مسارا يحتاج إلى الكثير من الوقت لمعالجته وسبر أغواره قد يتجاوز الزمن الطبيعي لمعالجة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد اليوم